أستاذ وليد عايزة أعرف برضو أنت كنت بتعمل إيه وانت من الناس اللي كان ليها فيديوهات كمان أعتقد على السوشيال ميدي كنت جانب محمد مباشرة محمد عبد الرحمن آه لأن أصلا المكان اللي كان فيه الحدث كله ده كان مكاني طبعا هو برضو زميلي اهنا على الرصيف بترتيب إكشاك وراء بعضها طبعا كان فيه أول كشك اللي هو تفحم خلص ده بتاع زميل اللي هو محمد عادل في العناية ده في العناية المركزة والكشك التاني ده بتاعي طبعا أنا لما طلعت من الكشك لقيت ناس بتجري برضو مملعة وطبعا بدأوا زميلي برضو يقابلوني جايين من وراء من عراسيب بيجروا فيه ايه فيه ايه وهات بطاطين جبت بطاطين من الكشك برضو وطلعت وبقينا نطف في الناس بقدر المستطاع عملنا اللي علينا والحمد لله رب العالمين آه انتهيق لي ممكن لحد اللحظة دي ات انا مش متخيل ازاي ده حصل وازاي احنا عملنا كده وازاي ده يعني انت شايف ان في حاجة كانت نقصة لو كانت موجودة ربما انه كان يعني قدرته تنقص معدد ايه بص حضرتك كل حاجة كانت موجودة بس ما كانش فيه زهن ان احنا نفكر ان احنا نعمل اكتر من كده صدمة قدرخيركو علنتو عملتو يا بص حضرتك قدام مني فيه طفاية حريق كبيرة جدا اللي هي ضغط ميا زي بتاع المطف ما خطرش على بال اي حد ان هو يفتحها ويشغلها سبحان الله جنب لازقه في الكشك بتاعي آه ما انفتحتش اللي بعد ما جنب تقوم الحماية المدنية هما اللي فتحوها وبدأوا يستعملوها والطفاية اللي عندي في الكشك برضو طلعت واستعملت ويمكن هما جنب خلال قد ايه جنب بعد قد ايه تقريبا آه فيه نقطة حماية مدنية موجودة في قلب المحطة جبيرة جدا آه ساعة الحدث بالزبط كانوا متواجدين ما كاملوش بالزبط خمس دقيق على ما العربية وصلت للمكان لان طبعا كتب فيه ركاب برضو على الرصيف ممكن تكون كان فيه عرقلة بسيطة قابلتهم بس هما وصلوا في توقيت نفسه يعني وكان فيه ناس كتيرة جدا من الحماية المدنية وعربيات الاسعاف يعني عدد كبير جدا وشفت يعني اعداد الناس بتوع الحماية المدنية يعني الله اكبر كان اكتر من الف واحد بيطفوا مسكين خراطين وطفيات وناس كتير جدا من المحطة جابوا جميع الطفيات اللي موجودة في المحطة وكانوا شغالين بيطفوا بس طبعا كان ناركت اشد من اي حاجة محدش يعني الحمد لله سيطر عليها برضو وبعدها مش بكتير يعني بالحقيقة استاذ وليد يعني يمكن له لوجودك انت استاذ محمد واستاذ محمد واستاذ أحمد والحماية المدنية يمكن كانت الخسائر كانت اكبر من كده بكتير يعني واكيد كان فيه ناس تانية لسه اقول لي حضرتك على حاجة الجرار ده اساسا قبل الانفجار كان موجود ورايا على الرصيف على الرصيف خمسة وراء مني لان الجرار ده المفروض انه هو بيجيب الاطر بتاع المنصورة بيطلع تسعة وربع من المحطة انه هو بوقف ورا قدام المصد ده فهو الحمد لله ساتر من ربنا انه هو خرج ومفرجعته ما رجع رجع على الرصيف ستة لانه هو لو على نفس الرصيف اللي كان عليه دوت في الرجع بتاعته الله أعلمه ممكن انه نكون كنت ميت هي طبعا أقدار الحمد لله على سلامتك وكل حاجة قدر ولكن في النهاية فيه أسباب لازم نتكلم فيها يعني النجاح كان فيها إعجاب الحمد لله يا رب العالمين وربنا لسه لنا عمر انه نفضل على وش الدنيا الحمد لله ساز أحمد قولي بقى اللحظة نفسها كانت ازاي انت اللي عملت وقتها كان ايه مع زميلك حضرتك والله وقت الحادثة ديات محصلت طبعا زي ما محمد قال احنا كلنا وقفنا يعني لحظة كده انت مزهول استحال حاجة زي كده تحصل فطبعا أنا على ما طلعت لقينا الناس ما قابلانا الناس اللي الولع مسكة فيها الناس ما قابلانا اللي طلع بجيركن الناس جات للحد النص الرصيف كانت الولع مسكة فيها الراجل الراجل اللي هو كان عمل يقول بنتي وابني ومراتي دوت جالي لحد الكشك مولع الولع فيه أطفي فيه بالبطنية وهو زوجته يعني هو كان بيصرخ عشان ولاده ومراته هو بصراحة ما كانش اهم نفسه هو اهم حاجة ولاده ومراته بنتي ومراتي اغلبية اللي كانوا مرصيف كانوا فمراته يعني برضو لقينا النار بس مسكة فيها فمحمد الله يباريك له بصراحة رحمة غطيها البطنية وبرضو كان فيه عسكري جاي جاي يجري وراهم برضو النار كانت مسكة في ظهره طفنا بالبطنية والراجل دوت قعدنا على المقعد اللي جنب الكشك بتاعي على طول وروحنا بقى محمد خطبطنية والطفل الصغير اللي هو بيقول حضرتك عليه دوت فراحنا يطلع على رصيف وكان فيه بقى بصراحة منظر مؤلم جدا 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 ان كان فيه جسة موجودة ورا الكشك اللي هو مولع دوت كانت حضرتك بتطلع في الروح قدامنا كلنا فاحنا مش وقفين مش قادرين ولا نعمل حاجة ولا ننقذ ولا نعمل اي حاجة فلاني انت اصلا مش عارفة ان هي دي ست ولا راجل يعني ده مش باين التفحهم لحظة لقوة اللي حضرتك نرحل عشي دي ده عبدا انتهت فبرضو لنا كنت شايفة قبل الحادث راجل ولا لا هي ست بنت كانت وقفة بتجيب كافيب جنبي مني ما كان الكافيب جنبي مني كانت وقفة عليها الله يرحمها يا ربي يعني احنا منحتسب كل ضحايا الحادث ده عند رابنا من الشهداء ايمن ده كان معانا في الشرق لا توفى توفى ده كان معانا في الشركة ايمن ممضوح بنا ارحمه كان من الناس نار ده دفن بتاعته كانت ساعة صلات الجمعة بنا ارحمه وفي زميل لنا برضو وعاطف قد برضو كان موجود معانا ده في الشركة تبع السلقة الحديد وعطف هو شغال شعيال تبع السلقة الحديد منظره وتفيه ومرمي جنبي منظر صعب يعني هو كان موجود محمد عادة ربنا شريه معانا في الشركة برضو كان اول واحد موجود في الكوشك كان فيه ابراهيم 18 سنة ابراهيم ده برضو كان شغال ابو كان شغال معانا وطلع معايش وكان شغال على مكان طفيليا جنبي مني ديات في نفس اللحظة اللي حصل فعل انفجار كان هو بيعدي عشان يروح رصيف تمانية عشان يعدي رصيف تمانية فكانت التعديا بتاعته من قدام الجرار يعني على حسب اللي انا اتذكره ان هو كان في لحظة التعديا ان النار قابلته علاته الله يرحمه شكرا